موسيقى مع الضغوط الأمريكية المتواصلة على نظام إيران ميليشياتها في المنطقة بين متسول للتبرعات وناهب لقوت المواطنين وإبراهام لينكل تقترب من مياه الخليج ردعا لطهران وأذرعها الإرهابية السودان أجواء ساخنة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير تلوح معها أزمة ثقة الجيش نحاول الوصول لرؤية محايدة للتراضي والتسامح السياسي خلال المرحلة الانتقالية وأحزاب البشير تتصادم السلام عليكم ورحمة الله تعاني الميليشيات التابعة لإيران من ضعف التمويل جراء العقوبات التي استهدفت الأم والراعية إيران وبعض قيادات هذه الميليشيات مع تصنيف العديد منها منظمات إرهابية من اليمن إلى لبنان يصارع الحوثي كما يصارع حزب الله من أجل دفع رواتب الموظفين تمويل عملياتها الإرهابية استقال البعض من العناصر البعض الآخر لم يتسلم مرتبه منذ ستة أشهر تختلف الطرق لمحاولة التعويض من إنشاء بنك للزكاة عند الحوثيين وزيادة مقدارها والضرائب عليها إلى محاولة استغلال بعض الوزرات في لبنان من قبل الحزب وتهديد البنوك لكن الثابت أن أثر العقوبات قد وصل وأثر فماذا بعد حالة التململ بين العناصر؟ وكيف تستطيع الميليشيات تدبير أمورها المالية مستقبلا؟ وأي انعكاس لهذا على كبح جماح نشاطها الإرهابي؟ استمرار بلا توقف وحملة ضغوط أمريكية قصوى على النظام الإيراني أحدث حلقتها كانت عنوانها عقوبة على قطاع المعادن الإيراني لتطال ثالث أهم قطاع تصدير في إيران خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها تحرم النظام من عائدات كان يستخدمها في تمويل الإرهاب وضع تجاوز الآن مسألة العقوبات على قطاع الطاقة كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وللنجاة من لهيب العقوبات قال بولتون إن على إيران أن تغير سلوكها المدمر وتحترم شعبها وتتفاوض على اتفاق نووي جديد ومع تجفيف منابع التمويل بدأت أذرع إيران الميليشيوية في العويل والصراخ أن المقاومة بحاجة إليه وهي الدعم يجب أن تفعل أنشطتها بقوة كما كان عليه الحال عام قبل العام 2000 لأننا اليوم في قلب معركة من هذا النوع عندما ألقى حسن نصر الله كلمة في مارس كانت لديه رسالة عاجلة يريد إيصالها لقد ناشد من أجل المال معلنا أن دعم المواطنين مطلوب لاستمرار عمليات الحزب العالم لاحظ ذلك مناشدة نصر الله كانت غير عادية فهي المرة الأولى على الإطلاق التي يطلق فيها مناشدة بشكل علني من أجل المال وتاريخيا يعتمد حزب الله بشكل كبير على إيران التي كانت تمده سنويا ب700 مليون دولار أي 70% من ميزانيته كما عانت الميليشيات السورية من تراجع ميزانياتها بعدما تخلفت إيران تحت وطأة العقوبات عن الوفاء بوعودها بمواصلة تمويلها وضع خانق أقدمت معه الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن على تعديل قانون الضرائب وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة في مناطق سيطرتها ووصلت سرقتها وإجرامها إلى حد رفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال للفرد خانق تشتد حلقاته أكثر مع تزايد عزلة إيران في ظل تدهور العلاقة مع أوروبا بعد تهديد طهران بزيادة مستوى تقصيب اليورينيوم بعد 60 يوما تهور إيراني ضق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي المعيب بعدما اعتبرت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هذه المهلة بالإنذار المرفوض محذرين إيران بإعادة تقييم احترامها لالتزاماتها ما يفتح الباب واسعا أمام عقوبات ستكون هذه المرة من جانب أوروبا خاصة أن رئيس الفرنسي إمانويل مكرون حذر إيران بضرورة تجنب التصعيد في هذه الأثناء عبرت حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لين كولين قناة السويس باتجاه الخليج في رسالة واضحة وصارمة لتهران بأن الرد الأمريكي على أي تهور إيراني سيكون قاسيا ولا هوادة فيه لبرنامج هنا الرياض حازم السيد أهلا بكم للنقاش في هذا الملف ينضمن لنا هنا في الاستوديو عضو مجلس الشراء دكتور إبراهيم النحاس وأيضا وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور نجيب غلاب وينضم لنا من بيروت الكاتب المحلل السياسي في صحيفة الجمهورية الأستاذ أسعد بشارة من واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيرج واشنطن دكتور نبيل ميخايل أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور نجيب ثابت في العقوبات الأمريكية أنها أثرت على إيران وبالتالي أثرت على ميليشياتي عندما نسمع بأن الميليشيات الحوثية قرت بنك للزكاة فرضت على المواطنين أن تدفع وزادت قيمتها من 300 إلى 500 كل هذه محاولات لتعويض النقص أم ماذا برأيك؟ هو صحيح الآن العقوبات الأمريكية على إيران هي كانت ضرورية وملحة لإيقاف تهور إيران في تصديرها للإرهاب وتخريبها للدول الوطنية الأخرى المجاورة لها وغير المجاورة لها لكن بالأخير المنظومة التي شكلتها إيران يعني أوكلاءها في المنطقة أيضا صحيح أنهم سيتأثروا لكن قدرتهم على تخليق يعني المال الكافي وعملية تهريب الأموال أنا أعتقد أنها ستستمر صحيح أن الحوثية بدأت تعاني نوعا ما بالذات فيما يخص مسألة محاصرة النفط الإيراني في الفترة الأخيرة والنفط المجاني وأيضا الأموال التي تصلها وأيضا شبكاتها التي تتحرك في الأمم المتحدة وفي الغرب وأيضا الشبكات الإعلامية المتعددة الممولة من قبل الإيرانيين لكن أيضا إيران عندما بنت وكلاءها في هذه الدول أيضا هؤلاء الوكلاء أيضا بنوا منظومة مالية خاصة بها مثلا عندنا في الحوثية العقوبات يعني محاصرة الحوثية كما يجب لم تتم بفعل مثلا تدخلات الأمم المتحدة إعاقة المعركة استمرار تحصيرها الأموال لديها الآن سوق سودة واسعة ما زالت تتنفس من ميناء الحديدة وما زالت الأموال وتهريب الأصلحة أيضا تصلها لكن بالأخير أنا أعتقد أن هذه العقوبات ستؤثر حتما لكن من المفترض أن يكون هناك أيضا أدوات أخرى لضرب هؤلاء الوكلاء ومحاصرتهم في مناطق تواجدهم مثلا لدينا في اليمن هناك إعاقات يعني إعاقة لمعركتنا فيما يخص مسألة استعادة الدولة وما زالت كثير من التدخلات سوى من بعض الدول أو حتى الآليات الأممية ما زالت تخدم الحوثية وتمدها بالحياة وأنا أعتقد أن الحوثية من يمدها بالحياة اليوم هي طاولة المشاورات ويعاقة المعركة العسكرية طيب دكتور إبراهيم النحاس يعني موضوع إيران وثروتها وتبديدها على الميليشيات الإرهابية وحرمان الداخل الإيراني منها الآن الوضع مختلف تماما هناك إقرار بالضائق المالية سواء من حزب الله سواء من الحوثيين من أذرعة إيران وميليشياتها في المنطقة إلى أين يقود كل هذا الأمر إذا الرجال يتململون الآن وإن كان يقول بأن هناك منظومة مالية قد تستمر إلى حين نعم هذا سوف يقود إلى تفكك الميليشيات الإيرانية بشكل أو بآخر نحن نتحدث عن يوم ويومان أو شهر وشهران وإنما نتحدث عن استراتيجية بعيدة المدى التبعتها السياسة الأمريكية بإدارة رئيس ترامب وهذه الاستراتيجية هي التي كنا نتمنى أن تكون منذ فترة طويلة جدا منذ أن أتت الخمينية لتعيث فسادا في الأراضي العربية بالذات وأيضا حتى في المنطقة بل امتدت حتى إلى الدول الأفريقية وإلى الدول اللاتينية في تلك المناطق البعيدة هذا النقص المالي الكبير جدا بداية يقتل النموذج الذي كان يبنى لدى هذه الميليشيات وهذه التنظيمات الإرهابية بأن ذلك النظام في طهران يستطيع حمايتهم يستطيع تمويلهم بكل ما يحتاجونهم لممارسة الإرهاب والتطرف الآن انقتل هذا النموذج وضح لتلك النماذج أيضا الأخرى التي كانت تطلع لأن تكون عميرة للنظام الإيراني بأنه مهما كانت عميرة ذلك النظام بأنه لم يستطع حماية مركزه بطهران فكيف له أن يستطيع حماية الآخرين أنا أتوقع أنه مع تقادم الأيام القادمة قد يكون الأسبوع القدر القادمة سوف نجد هذا التملم لتصاعد إلى قد يكون حراك في داخل تلك الميليشيات حول قد يكون السلطة على أقل تقدير لأنه عندما نتحدث عن الحزب الإيراني في لبنان الذي يقوده المدعو حسن يبدو أن هذا التاريخ الطويل لهذا الإرهابي كرئيس لذلك الحزب حتما خلق له الصراعات في داخل الحزب حتما خلق أيضا ناس آخرين يتطلعون لقيدة الحزب هؤلاء سوف يستغلوا مثل هذه الفلس وكذلك في الجماعة الحوثية وأيضا في الجماعات الأخرى في بعض الدول العربية التي لا تبحث عن الاستقرار الآن هذه السياسة الأمريكية نتمنى أن تتبعها دول أخرى الدول الأوروبية بالذات الدول الشرق آسيا منها الصين منها روسيا أن تتبع ذلك لأنه في ذلك خير للجميع عندما تتفكح كمثل هذه المنظومة الكبيرة وأن يكون الضغط أكبر بكثير على النظام في طهران وقد أيضا نشهد ليس فقط تفكك المليشيعة والأدرع الداخل الخارجية قد يكون هناك أيضا حراك داخلي في داخل إيران وقد نأتي عليه طيب سيد أسعد بشارة براين هوك قال بأن أزمة حزب الله المالية تجلت بسبب إعادة فرض العقوبات على إيران من قبل واشنطن وقال أن إيران تمد الحزب حزب الله سنويا ب700 مليون دولار أي حوالي 70% من ميزانيته بالتالي كل هذه الأمور والحزب أقر صراحة بأنه لديه أزمة مالية كيف سيعالجها مستقبلا وما أثرها على الأتباع برأيك في المرحلة القادمة يعني لا شك أن حزب الله لديه منظومة متكاملة ودولة موازية المدخول الأكبر يأتي مباشرة من إيران بمبلغ مئات مليون دولارات هذا صحيح أما المدخيل الخاصة التي حارص حزب الله على أن يبنيها طوال العشرات الأعوام الماضية فأعتقد أنها يتم ملاحقتها أيضا سواء بالنسبة لما يتهم به من تجارة الممنوعات وتبيض الأموال في أكثر من منطقة في العالم أو لجهة القدرة على استعمال النظام المصرفي اللبناني لكي يتم استعاب هذه الأموال ووصولها بطريقة آمنة يعني اليوم هناك نظام مصرفي اللبناني يوضع تحت المجهر الأمريكي والدولي وهناك مطالبة بإقفال كل الحسابات التي تموت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لحزب الله هذه العمليات تتم على قدم وصاق وأنا باعتقادي هذا الموضوع سوف يساهم بتجفيف منابع المال وعندما يتم تجفيف منابع المال هذا يؤثر مباشرة على الوضع اللوجستي والعملاني والأمني وكل ما يتصل بحركة حزب الله طيب طبعا الأساس هو أن إيران هي في مأزق لأن هذه المكابرة الإيرانية لم تعد تنفع الآن بعد سلسلة العقوبات خصوصا في قطاع تصدير النفط وقطاع المعادن أعتقد أن هذا الانتاج أو هذا التصدير في هذين المجالين سيصل إلى المستويات الدنيا عندها سينعكس هذا الأمر بشكل سريع جدا على الاقتصاد الإيراني الذي هو مصاب أيضا بالتضخم وبأزمات مالية واقتصادية جمه طيب دكتور اسمح لي أن أتحول إلى دكتور نبيل ميخايل دكتور نبيل عام فقط مر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العقوبات توالت على إيران أثرها الآن بدأ ليس فقط على إيران وإنما على الأذرع الإرهابية في المنطقة بالتالي ما المستقبل لكل هذه الجماعات المرتبطة بإيران خلال القادم من الأشهر نتحدث أولا كل سنة والجميع طيبين بالنسبة حلول شهر رمضان أعاد الله على الكل بالخير والمحبة والسلام متحياتي لحضرتك والضيوف الكرام ما هي طبعيات سياسة الرئيس ترامب المتشددة تجاه إيران حيث أنها تمص الآن أنشطة جماعات مؤلية لإيران مثل حزب الله طبعا حيكون لها أبعات كبيرة وبالذات على سوريا وعلى العراق وعلى لبنان ربما يلجأ حزب الله إلى التجارة في المخدرات وده أمر حتى هنا يعني الهيئات القضائية والجنائية المشرفة على مراقبة تهريب المخدرات تعرفه جيدا طبعا لأنه أمر سيورد أرباح باهزة وأيضا في وقت دائقة مالية بالنسبة لهم قد يؤثر أيضا إعلاميا على أنشطة حزب الله خصوصا أنهم يملكون محطات مثل اللؤلؤة والمنار وغيره فربما يكون هناك تقليص إعلامي لأنشطاتهم هناك أيضا اتفاقة الطائف التي رعاها المغفور له الملك فهد في عام 1989 عندما سمح لحزب الله بأن يبقى على ميليشياته على الرغم أن كل الفصائل اللبنانية تخلت عن سلحها فربما يكون أيضا لأبعاد عن طبيعة التمثيل النيابي والنشاط السياسي والعسكري لحزب الله في محتوى السياسة اللبنانية وتعقدتها المختلفة أنا أعتقد أن حزب الله قد يلجأ إلى معونة من العراق من الشيعة من العراق على أساس أن أعدادهم كبيرة على أساس أن هناك شخصيات زي مقتدى الصدر وغيره يستطيعون جمع تبرعات ومساندة حزب الله لكن أنا في رأيي أن تقليص دور حزب الله أمر قد ترحب به روسيا لأن حزب الله ضالع بنشاط كبير في سوريا وروسيا لا تريد نفوذ إيراني كبير لأن توجهاتها في سوريا مختلفة على إيران سوريا تفضل العلمانية إيران تفضل نوع من السيوقراتية الدينية أو النظام الكهنوتي في سوريا فربما تكون هناك ضغوط متزايدة على دور إيران في سوريا من قبل موسكو وده حيكون لي تأثير على حزب الله أما بالنسبة لي جزئية أن هناك احتمال لمناقشة اتفاق نووي إيراني جديد لا أعتقد هذا لأن هذا الاتفاق استغرق وقت طويل ومجهود كبير فلا أعتقد أن يداول أي دولة متحمسة لإعادة التفاوض بخصوصه طيب وإن كان سيد ترامب قال بأنه ننتظرهم ليأتوا لتفاوضوا وربما يكون هناك اتفاق جديد لا نعلم لكن بالنسبة لتجفيف منابع التمويل هل أثبت جدوى على مر الأيام بحيث أنه كثير من هؤلاء الأتباع في مجالسهم الخاصة يتذمرون من نقص رواطبهم تأخرها لمدة ستة أشهر ثم تسليم النصف منها وإذا كان الكثير من أتباع ميليشي الحوذي تحديدا كان الهدف هو المادة وليس الولاء بشكل كبير فلغة المال تفرق نوى لها حديث يعني شوفوا علشان نفهم نتائج العقوبات الأمريكية على إيران أولا هذه الحركات المرتبطة بإيران وهي مرتبطة بها بشكل عضوي أنشأتها إيران وكونتها لتكون جزء لا يتجزع من أمنها القومي واعتقدت أن هذه الحركات ستكون قوة أو معسكرات خارج الدولة لإدارة صراعات إيران بحيث تحمي نظام الملالي وبالتالي العقوبات الأمريكية عندما تتوجه إلى إيران مباشرة لتعاقبها بسبب دعمها لهذه الحركات هذا أيضا يعطي رسالة واضحة أن هذه الحركات لا يمكن أن تحمي أمن إيران بل ربما تكون هي السبب الرئيسي لمعاقبة إيران وملاحقة إيران وربما سقوط نظام إيران هذا أولا المسألة الثانية أن هذه الحركات ستكتنع أنها أيضا ستتحول إلى ضحية في إدارة صراع ضد إيران سوى داخل دولها الوطنية أو من الدول الأخرى المتضررة من هذه الفوضاء التي تصدرها إيران وبالتالي عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويعزلوا أنفسهم بالذات الحوثيين نحن نقول لهم لن تنفعهم إيران عليهم أن يعزلوا أنفسهم بشكل كامل عن إيران ولا يكونوا أدى وظيفية لتخريب اليمن وإذاء الجيران وتحويل اليمن إلى معسكر لمحاربة السعودية أو تأثير على أمن البحر الأحمر هذا سيجعلهم أيضا ضحية وما يجري اليوم من حرب ضد الحوثية هو نتيجة ارتباطها بإيران لو كانت تكوين وطني حقيقي ومجلس الأمن قبلها نحن قرار مجلس الأمن وكانوا شركاء أساسيين في العملية السياسية السبب الأساسي لهذا التخريب الذي حصل في اليمن أن الحوثية تحولت إلى معسكر إيران وبالتالي هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة أن إيران ستعاقب بسبب ذلك وأن من سيكون تبع إيران لإيذاء الدول الوطنية والأمن الإقليمي والدولي لا بد أن يعاقب طيب دكتور نحاس الإرهاب هو شكل واحد أو أمة واحدة المملكة بتليت به خلال سنوات ماضية كانت هناك طرق عديدة للمعالجة من ظنها تشفيف منابع تمويل هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية وأثبت نجاحه على مدى السنوات الماضية بالتالي هذه العملية وتعميمها على مستوى العالم ضد أي تنظيم متطرف أليست الأولى أن تكون سابقة لأي عمل عسكري وتحرق ضد الحزب أو أي منظمة إرهابية هي أصل من أصول محاربة الإرهاب تبدأ بتجفيف منابعه سواء كانت منابع مالية أو فكرية أو غيرها أو بشرية أو مورد بشرية ولكن المال هو الأصل في التحركات أو حتى في البناء والقدرة حتى على صناعة الأتباع لا شك أنه يفترض أنه هذا نموذج ونحن قلنا كثيرا بأن السياسة التي اتبعتها المملكة العربية السعودية منذ قديم حقيقة في محاربة التنظيمات والجماعات المطرفة أثبتت نجاحها ولذلك عندما يشار للمملكة في هذا الجانب في محاربة الإرهاب يشار لها كدولة أولى عن مستوى الدولي بنجاحها في مثل هذه الجوانب ولذلك أتت وفود دولية كثيرة للمملكة العربية السعودية مما فيه من الدول الكبرى سواء الملات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتدرس التجربة السعودية نتمنى أن تحذو هذا الحذو وحقيقة دعني أقول أن هذه السياسة الأمريكية التي تتبعها أيضا الرئيس ترامب سبق وأن أشار لها قبل عام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة الأطلانتيك في ذلك الوقت وأشار بأن إيران والإخوان والجماعات المطرفة يجب أن تحارب واتخذت المملكة هذه السياسة في تجفيف منابع الإرهاب كان هناك حتى رقبة على الحوالات المصرفية على جمع التبرعات على كل شيء يمكن أن يذهب جزء منه إلى هذه التنظيمات الإرهابية ويضاف لذلك أيضا حتى كثير من الأنظمة عدلت طورت بما يكفل عدم تسرب أي مال هنا أو هناك بشكل بأخر وهناك كانت حملات كثيرة جدا لتوعية الرأي العام في هذا الجانب وتوعية حتى المجتمع الدولي ومنها على سبيل المثال التبرعات المباشرة من الأشخاص للأشخاص هذه حذر منها كثيرا على سبيل المثال بأن لا يذهب مال بشكل مباشر ومن أراد فعل الخير على سبيل المثال فالحسابات البنكية للجمعية الخيرية موجودة وتحت الرقابة الصارمة لكي لا يذهب المال إلى مسائل قد تؤدي للإرهاب بل وثبت أيضا بعد ذلك بما لا يدع مجال للشك عن طريق الجهات المسؤولة بأن بعض المال يجمع هنا ليذهب إلى الحوثيون بشكل أو بآخر بحكم أن هناك قد يكون عناصر تدعم هذا التنظيم وغيره ولذلك المملكة السعودية سباقة في هذا الجانب وعندما أشير الولايات المتحدة أيضا في هذا الجانب أيضا هي عممة المسألة بأن لا تكون أيضا فقط داخلية وإنما حتى على المشتوى الدولي عندما يضرب هذا النظام ماليا في طهران أيضا يجفف الإرهاب على المشتوى الدولي والإقليمي وهذه من السياسات المهمة جدا التي تبنتها المملكة والتي في وجهة نظري أنها تصلح لجميع دول العالم أن تتبنها هسبوعا في قديمها الداخلية وحتى على المشتوى الدولي ربما واشنطن في عملية تتبع لأسامة بن لادن كانت العبارة الشهيرة تتبع المال حتى تصلين سيد أسعد بشارة ضيفي من واشنطن دكتور نبيل قال كان يتخوف من العواقب على لبنان الدولة هناك من يقول بأنه يمكن للحزب أو سيحاول استغلال بعض الوزارات ومن ضمنها وزارة الصحة هذا الأمر هل هو وارد وماذا يمكن أن يفعل اللبنانيون حتى لا يكونوا ضحية العقوبات الدولية في المستقبل شهدنا منذ أيام تصريحات لنصر الله قال فيها أن المصارف اللبنانية عليها أن تدفع لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان هذا كان أمر غريب إذ أن رئيس الحكومة هو من يتكلم في هذا الموضوع وليس مرشدا يعني كنصر الله أراد أن يقول أنه أيضا دخل في الملف الاقتصادي والمالي هناك وزارات تتسلموا حزب الله أبرزها وزارة الصحة يمكن عبرها حصول هذا التسرب نعم ولكن ما يحصل في المرحلة الأخيرة وأن هناك مراقبة دقيقة لكل شيء الحكومة اللبنانية مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن هذا الموضوع وإلا سيقع لبنان كله تحت طائلة العقوبات باعتقادي مثلا حصلت بروفا منذ أيام هناك عقوبات على النظام السوري أمريكية حاولت بعض شركات النفط في لبنان تحت بإغراء يعني تحقيق أرباح أن تدخل مادة البنزين إلى سوريا فتم رصدها جميعا وأفهمت بأن أي شركة تتولى هذا الأمر سوف يتم تجميد حساباته وبالتالي توقف الموضوع فإذا موضوع أن لبنان يمكن أن يستعمل كواجهة لخرق هذه العقوبات هذا أمر صعب وإذا ما ذهب حزب الله في الدفع والضغط بهذا الاتجاه سيدفع لبنان كله الثمن باعتقادي أزمة حزب الله المالية أكبر من أن تحل بهذه الطرق لأن هذه الطرق تحت المراقبة أما بالنسبة لإيران فأعتقد أن أحد وجوه السلوك الأمريكي الجديد هو أن إيران لم تعد قادرة على القول أنها المركز الذي ينأى بنفسه عن تصرف الأذرع يعني أي تصرف من حزب الله أو أي ميليشيا أخرى في العراق أو سوريا أو ربما يمتد الأمر إلى اليمن سيعني مباشرة أن طهران مسؤولة عن هذا التصرف وهنا باعتقادي أن عصر التكاذب الذي مرسته الجمهورية الإسلامية في إيران منذ العام 79 والذي أدى إلى استغلال محطات إقليمية معينة وإلى إهام معين بأن إيران باتت رقما صعب إقليميا هذا التكاذب باعتقادي اليوم ينتهي أمام السياسة الأمريكية الصارمة التي تنتهجها إدارة ترامب لم يعد هناك من مجال للتفريق ما بين قرار المركز والتنفيذ الذي تتولاه الأذرع لهذا رأينا أن الحجد الأمريكي كان رسالة ردع واضحة بأن أي تصرف خاطئ أو أي خرق لأي خط أحمر سيعني الرد على المركز وأعتقد أن الإيرانيين يفهمون هذه الرسالة إذن هي السنة صعبة تلقت فيها إيران صفعات مؤلمة قوضت قدرتها على دعم الميليشيات والإرهاب السنة بدأت بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي كما ذكرنا وانتهت بعقوبات مرتقبة للاتحاد الأوروبي مع الابتزاز النووي الإيراني نتابع ثم نعود للنقاش ترجمة نانسي قنقر 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 في بعض الجوانب إلى القبول حلول سياسية كما هو قد يكون جماعة الحوثي الإرهابية أو الحزب حسن إلى حد ما وإن كان الحزب حسن سوف أيضا يحصل إلى بعض الأموال بشكل وبياخر عن طريق الأراضي السورية لأراضي العراقية بحكم الجوار الجغرافي وإنفلات تلك الأراضي أو أيضا عمالة تلك لأن نظام السوري بشكل مباشر وقبوله بالتعامل مع هذا الحزب لكن بشكل عام سوف يتراجع الإرهاب في المنطقة وما يقضي دعني أقول ما يقضي على هذه التنظيمات والجماعات المنشيات الإرهابية تماما إذا ما قررت وتفتحد الأمريكية توجيه ضربة للنظام السياسي في طهران بشكل مباشر سواء لمنشآته العسكرية أو حتى بنيته السياسية وهذا قد يقود إلى تغير في النظام الهيكلي في داخل طهران نفسها قد يقود إلى حراك داخلي وهذا أقصى ما يتمناه المتفائلون بنهاية الإرهاب في المنطقة أن يقضى على الرأس وبعد ذلك سوف نجد هذه الأطراف تعاني تماما إن لم يقضى عليها أيضا لأنه نعلم بأن الكيان الصهيوني يعادي الحزب الإيراني في لبنان معادة شاملة وكاملة قد أيضا يستغل في محال لو هناك حرب إيرانية مع الولايات المتحدة الملكية قد يضرب هذا الحزب ويقضى على رأسه أما جماعة الحوثي فأنا اتفق تماما أنه استمرار عاصفة الحزم كما هي هو الخيار الأنجع والأسلم وهو الذي يجب أن يستمر حتى تعود الشرعية لممارسة سلطاتها من داخل صنعاء كدولة حقيقية ورئيس يمارس سلطاتهم وحكومة يمارس سلطاتها من العاصمة صنعاء وليس من أي مدينة يمنية أخرى كسلطة رسمية وأن تخضع جماعة الحوثي بشكل كامل طيب سيد أسعد بشارة هناك سيناريو آخر كثير من ميليشيا حزب الله الذين شاركوا في سوريا عانوا من انخفاض في مرتباتهم وفي الأموال التي كانت تصل لهم هم بصدد بعضهم العودة إلى لبنان في ظل كل البطالة الموجودة هناك في عناصر الحزب وضعف التمويل كيف سيواجه الحزب هذه الأجواء هل يمكن أن يهرب للأمام بافتعال حرب سواء مع إسرائيل أو أي طرف كما قال سابقا حسن نصر الله بأنه في الصيف القادم هذا أمر طبعا وارد لكن علينا أن ندقق بهذه القضية جيدا حزب الله هو أقوى فصيل تابع الحرس الثور الإيراني وأفعال فصيل تابع الحرس الثور الإيراني قاتل في سوريا يدرب في اليمن يدرب في العراق له تدخلات في الكثير من أمريكا اللاتينية وغيره بالتالي إيران التي تعرضت مراكزها للقصف الإسرائيلي على مدى سنوات في سوريا دون أن ترد وردت مرة بشكل استعراضي لا يحسب رد طبعا هل ستخاطر أيضا بفتح جبهة في الجنوب في ظل معرفة بأن إسرائيل أيضا مستعدة لهذه الحرب هذا سؤال يسأل هل ستتصرف بهذا الذراع بطريقة متسارعة أم أنها تتحفز وتترك المجال للعمل في العراق شهادنا اليوم في العراق تفجيرا انتحاريا طبعا يوضع عليه العلمات كثير معلمات استفهام ولكن الرسائل واضح باعتقادي أن موضوع إشعال الحرب لم يعد كما في العام 2006 طيب إسرائيل على جهوزية كبيرة أمريكا في المنطقة وبالتالي موازين القوى ليست لصالح إيران وحزب الله بالتأكيد أنا أجزم أن الإيرانيين بالمباشر لن يقوموا بأي تصرف يخل بالاستقرار لا في مضيق خرمز ولا في غيرها يعني كدولة إيرانية لأنهم يعرفون أن أي مخاطرة في هذا الموضوع ستعرضهم لخطر الحرب وهم استراتيجيتهم تقوم على أن يستعملوا كل ما بنوا من أذرعة لتوجيه الرسائل وللتفاوض فيما بعد يعني رأينا موضوع غزة كم كان مؤلما أن تتعرض غزة لهذه الحرب الإسرائيلية فيما إيران تشجع وتسلح ولم يحصل أي تدخل إيراني كل هذه الكلمة للخطبات العنترية عن إبادة إسرائيل بربع ساعة أو محو تل أبيب طبعا هذه كلام للعنترية هم يدفعون المال يساهمون في التدريب يساهمون في استقرار الدول يربون الميليشيات على أمل استعمالها ولكن لا يصرفون من المخزون الأساسي ربما سبقت هذا الأمر الآن وقالت بأن أي تصرف من قبل ميليشيات التابعة لإيران ستتحمل إيران المسؤولي دكتور نبيل ميخايل اتجاه تصاعد يسلك ترامب وإدارته لا هوادة لا تراجع إسرار على المضي قدما سواء في فرض العقوبات أو محاصرة وتطويق إيران وأذراعتها ما هي خيارات إيران الآن؟ هل يمكن أن نشهد انهيارا داخليا؟ أم أنه قد يكون هناك تفاوض مستقبلا؟ لا سؤال فغاية الأهمية ربما يكون فيه إضعاف للنظام الحاكم وقيام حركات احتجاج خصوصا مع تزامن هذا مع أيضا عقوبات أمريكا القاسية ضد الحرس الثوري لكن ربما تلجأ إيران في هذه اللحظة إلى وساطة عدة دول وبالذات روسيا قد تؤجل أو تطلب إيران ببرقيات عاجلة من واشنطن عن طريق موسكو بأن لا تكون هناك مواجهة أمريكية عسكرية مباشرة مع إيران لكني لا أستبعد مع إرسال حامل التطارات أبرهام لينكل أن تكون هناك مناوشات عسكرية محدودة الوقت والمجال في مديق خرمز فالنظام الإيراني في مأزق لكن قد تحاول موسكو في هذه اللحظة إسعافه شكرا جزيلا لك من واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة تشورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل وأشكر أيضا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي في صحبية الجمهورية الأستاذ أسعد بشارة وشكر لوكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور نجيب غلاب وحضوره معنا هنا في الأستوديو وأستاذناك الدكتور إبراهيم النحاس في البقاء للنقاش في الملف التالي بعد قليل فيه هنا الرياض المرحلة الانتقالية في السودان معطلة بانتظار التراضي والتوافق وقوى الحرية والتغيير ترفض مقترح المجلس العسكري بانتخابات مبكرة بعد ستة أشهر اجتمع ممثل عدد من الأحزاب السياسية السودانية مع المجلس العسكري بعد رد الأخير على الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير الاجتماع بدأ بالنقاش ليتحول في ختمه إلى عراك بالأيدي والكراسي وسط الخلافات هدد متظاهرون السودانيون بتنظيم عصيان مدني فيما قال العسكري بأنه قد يدعو الانتخابات المبكرة في حال لم يتوصل الاتفاق مع الحرية والتغيير فهل يمكن أن تكون هذه الانتخابات المبكرة حلل للوضع الراهن؟ كيف يمكن للجيش احتواء الوضع في حال نفذ المتظاهرون العصيان المدني؟ وهل رؤية البعض بتنظيم استفتاء لاحق حول تفاصيل النظام الذي يحكم السودان في المستقبل واللغة والصلاحيات السلطات هو أمر صحيح؟ هذا ما سننقشه بعد التقرير تالي مسار تصدمي يلوح في الأفق بين المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي في السودان بعدما دعا قادة من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى عسيان مدني في أعقاب ما وصفه البعض برد مخيب للأمال من جانب المجلس على مقتلحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة نواصل تحركاتنا وسط الجماهير باعتبار أن الجماهير هي صاحبة السورة وهي التي تدافع على هدافها نحن نطالب المجلس العسكري بالتعامل بجدية مع مطلب نقل السلطة بسلعة إلى المدنيين لأن هناك الكثير من الأزمات التي تحصل بالمواطن السوداني سواء كان على مستوى الأزمات المعيشية، أزمات الكارباء، أزمات المياه وقال التحالف إن رد المجلس يطيل أمد التفاوض ولا يسير نحو المرحلة الانتقالية وفي المقابل جدد المجلس العسكري حرصه على تحقيق انتقال سريع للسلطة بعد الفترة الانتقالية أخذنا رؤيتهم، أزلنا بعض الملاحظات، أضفنا أفكار طيبة من رؤى الفعاليات السياسية الأخرى حتى تتكامل في شكل وسيغة تبنيناها كمجلس عسكري، كرؤية محايدة للوصول للتراضي الوطني خلافات بين الطرفين لوح معها المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع التحالف الذي أعلن رفضه للفكرة وفي هذا الإطار أكدت قوى الحرية والتغيير أنها ستواصل المظاهرات والاعتصامات السلمية إلى أن يتم تحقيق أهداف الحراق الاحتجاجي بالانتقال إلى حكم مدني بينما لا يزال الألاف يعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش وفي قاعة الصداقة بالخرطوم تحول الاجتماع الذي داع إليه المجلس العسكري وقطعته الحرية والتغيير تحول إلى معركة بالأيدي وتراشق بالمقاعد وإسالة للدماء بين أعضاء الأحزاب والكيانات البحسوبة على نظام الرئيس السابق عمر البشير وفي هذه الأثناء دعت الولايات المتحدة في اتصال هاتفي أجره نائب وزير خارجيتها جون ساليفن برئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان للتوصل لاتفاق مع المحتجين من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني مشهد سياسي مشحون بالتوتر يفاقم من خطورة الوضع الحرج الذي يعيشه السودان فها هي قوات الدعم السريع تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل بشمال البلاد ما يستلزم سرعة الاتفاق بين الأطراف كافة من أجل التفارغ سريعاً لإعادة الهدوء والاستقرار بالبلاد لبرنامج هون الرياض إلهام صلاح طيب دكتور إبراهيم النحاسي شري لما حصل في الاجتماع مع المجلس العسكري والبعض أطلق عليها الديموكراسية بحكم استخدام الكراسي في هذا النقاش لكن العسكري يهدد بأنه إذا لم نتوصل لاتفاق قريب فسننظم انتخابات مبكرة على الطرف الآخر القوى الحرية والتغيير ترفض هذا الطرح وتقول بأنه سيمهد لتولي المحسوبين سابقاً على النظام وتهدد بعصيان مدني هل يمكن الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين؟ هو بداية الوضع محزن أن نرى السودان بهذا الوضع الحل الوسط هو كما قلنا بالاستماع إلى ما ذهب إليه المجلس العسكري وهو تعهد بشكل مباشر وطرح أيضاً حتى المسألة على الشارع إذا ما أراد الشارع بداية أن يكون هناك انتخابات يكون هناك حكم مدني أن لا يكون هناك تسلط من قبل العسكريين فكان الأحرى بهم حقيقة أن يقفوا مع المجلس العسكري لأنه هو من أقصى الذي كان يريد أن يبيدهم في الشوارع هو الذي أقصى أيضاً من كان متهماً من قبلهم سواء بن عوف في مرحلة معينة أو قوش والذين وجبروا على الاستقالة واستقالوا تلبية للشارع كان الأولى بهم حقيقة أن يكون أيضاً حتى عندما يطالبوا مثل هذا المطالب أن تكون أكثر منطقية لأنه لا يمكن هذه النقطة من النقطة أخرى من هي قوة الحرية من هي هذه القوة من كلف هؤلاء من انتخبهم لتحدثوا بإسم الشارع ولذلك عندما نرى الشارع هو يتبرى أيضاً من أولئك الذين ذهبوا ليتفاوضوا بإسمه لأنه لا يوجد لهم صفة رسمية وبالتالي هل هؤلاء فقط متطلعون لمصالحهم الذاتية على حساب مصالح الشارع الحقيقي أنا من نجة نظري أن الشارع يفترض أن جله يدعم مجلس العسكري يذهب معه بشكل مباشر إلى الانتخابات وإلا بإمكان المجلس العسكري أن يمارس القوة وهذا لا يتمناه أحد ولكن بإمكانه استخدام القوة بإمكانه إسالة الكثير من الدماء بإمكانه الاستبداد بالسلطة هذا لا نتمنه نحن ولا يتمناه أي عاقل وأيضا لا يتمناه أيضا المجلس العسكري هذا هو الحل الذي يفترض أن يتفق عليه الجميع الآن ينضم لينا من الخرطوم الكاتب المحلل السياسي السادة عبد الرحمن الأمين أهلا بك سيد عبد الرحمن يعني ماذا ننتظر في السودان بعدما حصل البارحة في الاجتماع وفعلا هل كان بين الأحزاب القديمة المحسوبة على النظام السابق أم أنه خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ما حصل الذي وقع أمس من مشاجرات كان بين الأحزاب القديمة التي كانت توالي نظام الحكم البيت كان المجلس العسكري قد اجتمع إليها وقوى مهمية 77 تنظيما وحزبا أراد أن يستطلع وجهة نظرها قال لهم أنه بصدد أن يكون تنسيقية لوضع ترتيبات المرحلة الانتغالية مع قوى الحرية والتغيير هذا أسار حافظتهم ومن ثم هتفوا كلنا كلنا ينبقي أن نكون جزءا من هذا التنسيق من بعد ذلك كان المجلس قد طلب منهم أن يمدوه برؤاهم وبأعضائهم في هذه التنسيقية غيلا أن الشجار وقع بسبب أن أحدهم كان يتحدث إلى أحد الفضائيات وأنه قد وجه نغدا لقوى الحرية والتغيير ومن ثم كان آخر قد قال له أنكم أنتم كنت جزءا من الطغيان الذي كان سائدا ومن بعد ذلك وقع الاشتجار طيب شكرا لك على التوضيح ماذا عن الآن التهديد بإضراب عام في البلاد من قبل الحرية والتغيير اللي لم يتوصلوا إلى حل معلم عسكري والعسكري يقول بأنه قد ننظم انتخابات مبكرة ورأها الطرف الآخر بأنها ترسيخ للحكومة القديمة في هذه الحالة هذا كله تصعيد للمواقف التفاوضية بتقديري أن المجلس لن يسهب إلى انتخابات مبكرة بحسب ما قالوا وإنما هذا هو نوع من التلويح كذلك قوى الحرية والتغيير هي تقول أنها ستصعد وأنها يمكن أن تدخل في إضراب سياسي وفي حالة عسيان مدين هذا كله التلويح ومحاولة تقوية المواقف التفاوضية لكني صدقني أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الآن باتا أقرب إلى الاتفاق من الاشتيار والاختلاف جيد كان هناك ملاحظات للمجلس العسكري على الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير سواء اللغة الرسمية سواء حدود وصلاحيات السلطات الثلاث البعض قال بأن هذه أمور شكلية ويمكن تنظيم استفتاء عليها لاحقا هل هذا طرح صحيح برأيك أم أنه يجب تأصيلها وتأطيرها الآن لا ليس الآن ليس هذا وقت هي أمور دستورية المجلس العسكري طرح إلى حد وثيقة أيضا جيدة هي التي يبنى عليها وبعد ذلك يناقش دستوريا يناقش برلمانيا تناقش من قبل تلك الهيئات الآن المرحلة مرحلة حاسمة الأمن والاستقرار هو الهدف الرئيس منع العابثين من التدخل أيضا في مثل هذه الشؤون ونحن نشاهد بعض القنوات للأسف المظللة هي التي بدأت تعثوا فسادا في داخل الساحل السودانية وللأسف بعض ابناء السودان لم يدركوا ولم يستوعبوا دروس التاريخ بأن من فتح بابا لتلك القنوات المظللة بأنها لا تريد الخير لتلك الدول والآن السودان يصبح أيضا مستهدفا من قبلها يجب عليهم التعقل في هذا الجانب عندما تطرح مثل هذه المواضيع هذه أمور تحتاج إلى خبرات شريعية في الجانب القانوني تحتاج إلى برلمان يناقشها برلمان يقرها بعد ذلك تحتاج إلى سلطات تنفذها والمسألة أعقد بكثير من هذا الجانب أما أن يتواجد الناس في الشارع ويذهبوا إلى مناقشة أمور دستورية فهذا يعتبر من الضياع وحقيقة دعني أقول بأن مصالح أبناء السودان الآن تعطرت كثيرا الشوارع مغلقة الكثير من المواد الأولية الأساسية لا تذهب إلى محلاتها الحقيقية السكان الحقيقيين لا يستطيعوا الحصول على الخدمات الرئيسية هذا تضيع لي الكثير من الجهد لأبناء دولة السودانية اسمح لي أن أتوجه من جديد سيد عبد الرحمن هناك حديث عن المسائل المتعلقة بطبيعة النظام في المرحلة الانتقالية ما بعدها اللغة حدود السلطات من يعلن حالة الطوارئ ومن يعلن الحرب تحال إلى استفتاء بعد حوار وطني هل هذا حل قد يرضي الطرفين وبالتالي حكومة تكنقراط الآن وتنتهي الأمور بشكل مواقت من الواضح جدا أن الخلاف الآن يشتجر حول المجلس السيادي وسلطاته وصلحياته والتمثيل فيه هل تكون القلب للعسكريين أم القلب للمدنيين الآن هناك مخترح مطروح طالما أنه ليس هناك من خلاف حول مجلس الوزراء التنفيذي وطالما أن المجلس العسكري يقبل ويرضى بأن تكون قول حرية وتغير هذا المجلس فلماذا لا يصار إلى تكوين هذا المجلس وكذلك لماذا لا يصار إلى تكوين المجلس التشريعي الانتقالي هذا المجلس التشريعي الانتقالي من بعد تكوينه يمكن أن يؤهد إليه بإعداد مسودة إعلان دستوري للفترة الانتقالية وهي التي ستحدث صلاحيات وسلطات المجلس بعبارة واحدة ولنكون صريحين أوضح لك وجه الخلاف بين المجلس العسكري وقوة الحرية والتغير المجلس العسكري يريد أن تكون سلطاته وصلاحيات مجلس السيادة هي صلاحيات رئيس جمهورية بمعنى أن تكون كل السلطات متمركزة عند المجلس السيادة بينما قوة الحرية والتغير تريد أن تدار الدولة على أساس حكم برلماني بمعنى كل السلطات تكون متمركزة في مجلس الوزراء التنفيذي هذا هو لب الخلاف شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن الأمين الكاتب والمحلل السياسي من الخرطوم وأشكر رضايفي هنا عضو مجلس الشرى دكتور إبراهيم النحاس وشكر موصول لكم مشاهدين قيادة المملكة لطالما حذرت المجتمع الدولي من ممارسات إيران العدائية وطالبت من موقف دولي موحد لمواجهتها كما أن ولي العهد استشرف انقلاب طهران على الاتفاق النووي لقانوة تجدد الأحد في أمن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة